وبمناسبة ما ذكر يا بسانت عن تشكا في التقرير فمشروع تشكا ده واحد من أهم المشروعات الزراعية الضخمة اللي تم إعادة إحياءها من جديد مرة تانية الدولة المصرية استصلحت وزرعت 500 ألف فدان من المنتجات الزراعية ومن المحاصيل الاستراتيجية في منطقة صحراوية زي الأمح وزي قصب السكر وده بجانب أيضا محاصيل أخرى زي التمور وزي الفواكه وزي الموالح في الحقيقة يا مصطفى في مجود كبير جدا اتعامل علشان ينجح المشروع ده واللي بيتم من خلاله استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في الزراعة ونظم الري ده لضمان الاستغلال الأمثل للموارد والحصول على أعلى نتيجة ممكنة خلونا نشوف ما بعد معايشة مع العمال اللي بيشتغلوا في المشروع ده واللي شافوا الأرض وهي بتتحول من رمال وصحرة وصخور لمشروع هو الأهم هو الضامن يمكن لمشروعات الدولة الزراعية القومية والعمل التقرير ده زملنا كاريم بيبرز خلينا نتابع ها هو يحصد ثمار تعبه خمس سنوات مرت كان فيهم ناصر صاحب الواحد والثلاثين عاما شاهدا على تحول هذه الأرض من صحراء جرداء إلى مشروع هو الأهم ضمن مشروعات الدولة الزراعية القومية عشت يعني خدت لي تاعة ثمان سنين في مصر شغال وكده بيجيت أروح واجي بس الشغلان هذه جاتني في 2019 ونزلت فيها والحياة يعني بيجت تمشي معنا تمام هنا زي ما كانت الأرض صعبة كانت الحياة صعبة وكل ما الأرض بتبقى فيها خير تبقى الحياة أسهل وشوية والدنيا بتبقى معنا تمام الفرق بين دلوقتي وبين أول زيارة لسيادة الرئيس هنا كانت النخلة دي عبارة عن ثلاث وراجات من دولة شوف الفرق يعني كانت ثلاث وراجات من دولة دلوقتي ما شاء الله النخلة دي أول أو تاني تاني طرح لي فقد أصبح مشروع تشكا بالنسبة لناصر وزملائه مصدر أمن غذائي وفرصة عمل لا تأخذهم بعيدا عن أحضان أهلهم وبلدهم شغالين بنجمع البلح وبنفرز فرز أول بعد كده البلح ده بيخش على فرز تاني بقى في المخازن أنا بلدي شغال الأول كنت بسافر 17 ساعة و20 ساعة لكن هنا بلدي دي أربع ساعات بكون هنا وفي شغلي ما توقعناش النتيجة جيب الانتاج دي كله ده كل النخل والطرح جانا بدري والتلقاح بدري والموسم ما شاء الله يعني والأرض دي أرض خير والحمد لله مشروع تشكى عاد إلى النور بما يقرب من 500 ألف فدان من المنتجات الزراعية مثل التمور المصرية والعربية التي يصل عدد أصنافها إلى أربعين صنفا مختلف بالإضافة للمحاصيل الاستراتيجية كالقمح وقسب السكر فضلا عن عدد كبير من الفواكه والموالح والبطيخ والعنب والليمون والمانجو المستورد كالشيري والأستن والكنت الأصناف دي بتمتازن هي عندنا في أرض تشكى بتيجي في معاد مبكر فمنسبة لنا التسويق بتاعها بيكون أحسن إن شاء الله يتعلم متوقعين أن نحن في السنين اللي جاية هنزيد من المساحة المزروعة دي سواء في النخل أو دخل الصوب الانتاج المتوقعة للفدان الواحد ما بتقلش عن 6 إلى 8 طن بمواصفات صمرة ممتازة للتصدير أو للتسويق المحل لا يكتمل العمل بدون رقابة صحية زراعية بالإضافة لاستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والرقمية للرعاية للخروج بأفضل النتائج ولضمان الاستغلال الأمثل للموارد يقوم أحد الباحثين بزيارة ميدانية كل شهر للتعرف على حالة المزرعة وإعطاء التوصيات اللازمة كل حسب تخصصه تحت الوجهات السيد الرئيسي أن نحن نحول كل المنظومات الورقية لمنظومات إلكترونية التحول الرقمي أنا كل اللي كنت بسجله زمان في دفاتر دفتر يضيع يتقطع يحصل يقع على مايا أي حاجة الآن دلوقتي إحنا في مزرعة ممكن الورقة تضيع تتقطع إنما دلوقتي كل البيانات اللي أنا محتاجها موجودة معايا هنا على الابليكيشن بتاع المزرعة أنا دلوقتي أي عملية تمت طبعا بدي أسجلها على السيستيم طبعا كله بيتعرف هنا على الكيو أركود اللي أنا معايا الكيو أركود زي الري تسميد رش لقدر الله حصل أي أمراض ولم يكن مشروع تشكى ليقوم من جديد لو لا سواعد مصريين عزموا على شق الصخر وحفر الأرض ليخرج لنا من وسط الصحراء شريان جديد للحياة مياه تجري وتسير داخل ترع جديدة مبطنة بفعل محطات للكهرباء والمياه وطلمباط للرفع والضخ هذا المشروع هو المرحلة الثالثة من مشروع تنمية جنوب الوادي احنا دين مرحلة الثالثة بتهدف الاستصلاح مئة ألف فدان احنا قائمين بأعمال البنية التحتية وتوصيل المياه لهذه المئة ألف فدان دي تالت مرحلة فيها قمنا بلكده بتسليم مئتين ألف فدان السنة اللي فاتت السنة اللي قبلها وهم مزرعين فعلا وأصعب مشكلة بتقابلنا هنا اتحادات اللوجستية كنقل وخمات فاحنا الحمد لله قدرنا نتغلب على الموضوع ده بان احنا بننشئ محطات خرصانة موجودة في الموقع ومصنع طوب المصنع اللي بيصنع الموسير موجود في الموقع وطبعا برضو بالنسبة للعمالة او المنبور اللي موجود في الموقع المنطقة طبعا منطقة نائية وما فيش فاكتدينا كتوجه شركة ان احنا نجيب عمالة من السعيد او من اسوان مدينة بوسيمبل المناطق المجاورة للمشروع وتأتي مشروعات التنمية الزراعية في اطار استراتيجية الدولة للتوسع الافقي وازدادت نسبة الاصلاح بمشروع تشكا بمعدل 150 الف فدان سنويا حيث تستهدف الوصول لاربعة ملايين فدان من المحاصيل الزراعية والاساسية من الحبوب كالقمح والذرة وزيادة حجم الرقعة المزروعة الى 25% على مستوى الجمهورية بما يترتب عليها من اثار اقتصادية وديمغرافية واكتماعية مجهودات احياء مشروع تشكا عن طريق الاهتمام بالبنية التحتية وتطويرها يعد واحدا من المشروعات الهامة في استصلاح الاراضي الصحراوية وزراعاتها والذي يأتي ضمن خطة الدولة لسد الاحتياجات وتوفير الاستيراد وفتح افاق تصديرية جديدة كاريم بيبرس التلفزيون المصري